قصت عليها الحياة بعد وفاة زوجها في حادث مرور واشتدت عليها قسوة حين أصبح ابنها معاقاً بسبب حادث مرور آخر لتجد نفسها تقاوم الفقر واليتمى وقساوة من تسبب في إعاقة ابنها ودها ضربها لا أعاوني موالو ما عيت مانجي ولمستقبلني الضربها قاسا وروح والي تعي دربتها أقصيدو راش تعي دربتها في عامينها كل تسنين فيه أقصيدو وفاق والدي فاني هنا همريض أقصيدو ويتم يعاونوني في وجربي أنا ما عنديش لغارب بوايا معاق ولدها ضربها واحد مولا لوتو ضربها في 24 فبري 2018 لحد الآن ما بنع لي حتى حاجة من قضية تعويض ولا يرجعوا له حقه لحد الآن ما كانوا لنطلب من وزير العدل يرى يشوف فينا يشوف في القضية تاعه تعيش أم إسلام هنا في مزرعة اللوز عند أهلها الذين أثقالتهم هموم الحياة تحاول والدتها تحذير لهم خبز الفران لسد جوعهم فيما يسعى والدها لحمايتهم قدرا مستطاع فوتوها غبينا لا ما لا نقولوا لا ركبا تدي ولدها مسكين من العالم غبنا به ما عن ناس لا غالب وكان عنها غير حاجة ما نقولوا حتى وإن خانته الكلمات للتعبير عن احتياجاته تبقى الصورة أستق تعبير لتحريك ضمير من أقعده في كرسي متحرك هكذا يناشد إسلام السلطات وأصحاب الخير فهل من مستجيب؟ ترجمة نانسي قنقر